يعد جهاز الاختبار السريع لفيروس كورونا من المبادرات الرائدة التي اتخذها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بهدف استمرارية تطوير التقنيات المستخدمة للكشف عن الفيروس وتسهيل طرق الفحوصات وتشخيص الحالات خلال 15 دقيقة دون الحاجة إلى مختبار متخصص تزامناً مع المبادرات التي يتخذها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بهدف استمرارية تطوير التقنيات المستخدمة للكشف عن الفيروس كوفيد 19 وتسهيل طرق الفحوصات وتشخيص الحالة بأسرع وقت ممكن دون الحاجة إلى مختبر متخصص ولهذه الغاية يظهر أمامنا جهاز الاختبار السريع لفيروس كورونا الذي يكشف لنا خلال 15 دقيقة إذ كنا مصابين بفيروس كورونا أم لا ولكن قد نتساءل ما هو الفحص السريع وما الفرق بينه وبين فحص الPCR إليكم الإجابة لدينا فحصين فحص الPCR والفحص السريع اللي بعد يسمونا الرابد أو الانتيجن الفحص الPCR أدق من اختبار السريع لأنه يكشف لنا عن وجود الحمض النووي للفيروس أما الفحص السريع يكشف لنا عن وجود أنتيجين الفيروس اللي هو المادة لتثير الاستجابة المناعية بس لأن الPCR يعتبر أدق من الانتيجن من معناته أن الانتيجن أو الفحص السريع هو غير دقيق هو يعتبر دقيق إذا استخدم بالطريقة الصحيحة وفقا لتعليمات الشركة المصنعة وإذ كنا نتساءل أيضا عن الطريقة الصحيحة لاستخدام جهاز الفحص السريع الإجابة تكمن في هذه الخطوات هاي التب 1.5 سنتيمتر خلينا نقول دبل التب هاي القطنة الموجودة عندنا في الفحص ندخل دبل هاي المسافة بيكون جدا سهل إذا بنطالع قدام منظرة بنرجع راسنا على وارا شوي بندخل لهاي المسافة المحددة نسوي بحركة دائرية خمس مرات في الصوبين بعدها طبعا راح نخلي المساحة الانفية داخل السائل نخلطها خمس مرات بعدها على اساس أن ننزل السوائل موجودة في القطنة نضغط عليها للمما تنزل السوائل موجودة طبعا عندنا للكسر في عندنا علامة محددة على المساحة الانفية راح نكسرها الكسر يكون بعد ما نحركها خمس مرات ونضغط عليها على اساس ينزل السوائل منها أو المحتويات اللي فيها وبعدين نكسرها طبعا بيكون عندنا الغطاء راح نسكر الغطاء من أعلى بيكون عندنا قطاء في أسفل الفحص أو في أسفل الأنفوب راح ناخد خمس قطرات فقط من السائل ونوضعها على الجهاز في المكان المحدد وننتظر لمدة 15 دقيقة ضروري نتأكد من الوقت وقت لنحط القطرات 15 دقيقة إذا كان كنترول خط واحد على السي معناته أن هاي النتيجة سلبية إذا كانت خطين على السي والتي معناته أن النتيجة إيجابية في حال أنه كانت النتيجة فقط على التي هاي معناته الخطأ التست تعكس هذه الخطوات الرائدة حرص مملكة البحرين على إدخال التقنيات الحديثة في مجال التشخيص والعلاج للحد من انتشار الفيروس والسعي لتطويرها بما يتماشى مع المستجدات العالمية